السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هادنها ان شاء الله غنقدمو حقيقة الحسد بالنسبة للالانب وكيفاش نتغلبو عليه اول حاجة يمكن تحدث عليها في هذا الموضوع هو ان الحسد موجود داخل الانسان وهو مذكور في القرآن الكريم كيفاش غادي نتغلبو عليه وكيفاش نتحسنو الانانب ديالو منو الانانب ديالنا منو هدا هو موضوع ديال هادنها اذا كل مربي حقيقة يجب انو يتوكل على الله اولا وان يشتغل مزيان على الانانب ديالو بحاية انو يعطيه كل وقتو من ناحية التنظيف والمراقبة والتحصين من الامراض الى اخرى من الاعمال في تربية الانانب لكن ما يجب فهمه هو ان الانانب هي جد حساسة وهي تتعود على الناس كتتعود عليكم بزاف وكتخاف من الغريب هذه راه يعني كتشكم شوية في شكل ولكن راه هي في الحقيقة كتتحس بالواحد وكتخاف منه في واحد يعني ما عمره ما تلقى معه فممكن ان اه يعني ان تصاب بالحسد وكتبت موت واحد تلو الآخر بمجرد نظر اليهم من طرف الغريب فماذا في حقيقة ماذا يحدث بالضبع كيف يحدث الذي يحدث ان هناك نقطتان في حقيقة الاولى هي ان الشكل الانانب وخصوصا من يكون صغار كيكون الشكل ديالهم يعني جميل وكيكونوا يعني بويض وعندهم واحد نقولوا واحد الفرو زوين يعني ان الانسان كي نقولوا كي حسدهم على ذو الزين ديالهم وكين نوع اخر ديال الحسد وهو الحسد من طرف الشخص اللي كيشوفهم وما يعني وكيكون حاسك داخليا خصوصا انا اذا يعني كان في الجو البارد مثلا يكون الخلفات بزاف كتكون الرواج في تربية الأرانب وكتكون كترة الخلفات كيدا هو كيحسد واحد الحسد بلا ما كيشعرك كيكون باللي انتهرة عندك بزاف ديال الانانب هذي وكيحسد وكيشتغل في صمت هذك الحسد دياله كيشتغل في صمت الى ان ينفجر يعني بمجرد خروج هذا الشخص من المنزل دياله فمجرد خروج دياله يبقى يموت الانانب بالله يحكم اما الحل هو انك يجب ان تقول الشخص الذي يدخل عندك ولو من باب الدعاء بعيني تقول له غير الضحك مثلا تقول له يقول قدامك بالصوت فاضح مثلا لا حول ولا قوة الا بالله تقول له يقول ما شاء الله قل له قولها 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 اللهم زيد وبارك من هذ الكلمة هذو من الاحسن هو يبقى يقولها قدامك يعني انت تسمعها باللي راه قالها قدامك وبعد ما يخرج من عندك هذك الشخص مباشرة حاول مثلا تقرق شوي ذي القرآن قول عدوا برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثاتي في العقد ومن شر حاسد اذا حسد تقدر تقول اللهم وسع لي في رزقي وحفظني من عين حسود هذي غي كلمات ممكن انك تقولها وي لابت تعود الفيديو وتحفظو هذ الكلمات رام زياني اذا وان كان هذا الشخص لا ينوي ان يحسدك يجب تحصين نفسك من الحسن اما اذا كان ينوي يعني هو ناوي هنيشان كينوي ذلك وكان فقد الشيء اللي انت كتملكه يعني هو ما عندوش هذك الحويج وحسدك نيشان مباشرة فيجب تحصين كذلك ومن الاحسن ان فحقا من الاحسن ما تدخلوش عليكم شي واحد براني يعني وخليوا هذك الشمعة انك تسميها الشمعة دي الالانيب خليها تبقى موقادة وانه تبقى الالانيب ديولك من الاحسن يبقوا تحصنين داخليين اسموه هي داخليين وهي انو ما يشوفهم شي واحد خليلك الشمعة شاعنا ما تطفيهاش هذو هذا الالانيب عبارة عن الشمعات انتم وحاولوا انكم وخا تكونوا بغين تبيعوا شي واحد حاولوا انكم تخرجوا هذك الارنب وديروه في واحد صميك وتعطيوه لو تقولو ها هو ويشوفوه مثلا غي من الصاك مشيتش بدوه قدام الناس ويبقوا ويشوفوه الناس راها مشكلة ومشكلة كبيرة اما يلا مشيت تطلعتوا هذك الشخص اللي بغي شري تطلعوه لعندكم راها مشكلة مشكلة ومشكلة كبر ان يحاولوا انكم تحتاطوا من هذا النقطة راها مشكلة يبقوا فيها بزاف دي الناس وخا تكونوا محصنين ضد الالانيب ديولهم ضد جميع الامراض كتوقع واحد الفترة انهم كي يوقعوا في المشكلة ذيال ان وخاء مكين تمرض كي يجيهم انهم كي يطايحوا وواحد تلوات اخر يعني كي بقوا يطايحوا بحلي نقولوا بحلي ضربتهم بشي ماراض لا يستر وبقوا كيموتوا كتوقع المزراعة كاملة اللي مشيت لا يستر بواحد شوفة من وحد الشخص هذا الشيء انا وقع انا كنحاول ان انا نوصل لكم حاولوا انكم تفهموا اسمو ايا كلمة الحسد بالنسبة الالانيب ديالكم هي رفض حقا كتكون غيرة في اللول وكتبالوا الى حسد ومن بعد كتولي كتنفاجر كما قلت لكم وكتولي يعني واحد شي حاجة اللي بتربية الالانيب ما فهماش انتو ما مدام ما فهمينهاش ما ما عارفينش الالانيب ديالكم كيفاش الله يصير غادي تضربوا حاولوا انكم هالفكرة كأي موربي كيكون نجحلوا المشروع كيفرح كيفروا الناس كيفروا الى الالانيب ديالو كيمشي عند الناس يبقى يفرح معاهم واذاك الفرحة ممكن انها تخسرك كل شي حاولوا انكم تخليوا الشمعة موقع دا حاولوا انكم مدفوهاش لانا الانيب دوكي تأترو بززاف بهذا الموضوع هذا الحلقة دينا نرها سالات تكيووا على زر جيم باش تسندونا وتكيووا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة